السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي أهلا وسهلا بكم معنا في مادة لغتي أحبابي الطلاب والطالبات أخذنا وإياكم في الحصص السابقة الوحدة الثالثة وانتهينا منها وتعرفنا فيها على مجموعة من الحروف وأيضا كان اسم هذه الوحدة ذكروني الوحدة الثالثة مدينتي وكذلك أخذنا قبل هذه الوحدة الوحدة الثانية واسمها مدرستي وكذلك أخذنا الوحدة الأولى التي اسمها أسرتي في بداية كل وحدة نأخذ وإياكم ونستمع وإياكم إلى نشيد مناسبا لهذه الوحدة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سندخل وإياكم في الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة واليوم بإذن الله في هذا الدرس نأخذ وإياكم ونستمع وإياكم ونستمتع وإياكم بالاستماع إلى نشيد هذه الوحدة الوحدة الرابعة ركزوا معي يا أحبابي الطلاب والطالبات ما اسم هذه الوحدة؟ الوحدة الرابعة صحتي وسلامتي صحتي وسلامتي في هذه الوحدة نركز كثيرا يا أحبابي الطلاب والطالبات لأننا سنتعرف على بعض القواعد قواعد السلامة في الشارع أو في المنزل وأيضا على بعض من التعليمات التي تهم صحتنا من الغذاء المفيد وأيضا ممارسة الرياضة شاهدوا معي أحبابي الطلاب والطالبات هذه الصورة نشاهد من؟ فواز ماذا يفعل فواز الآن في هذه الصورة؟ أحسنتم يقفوا على الرصيف بجوار إشارة المرور بجوار إشارة المرور يقفوا على الرصيف منتبها للسيارات القادمة على الشارع الآن أحبابي الطلاب والطالبات نشاهد سريعا الحروف التي سندرسها ونتعلمها سويا في هذه الوحدة شاهدوا معي هذا هو الحرف الأول في هذه الوحدة الوحدة الرابعة التي هي بعنوان صحتي وسلامتي وهذا هو الحرف الثاني وهذا هو الحرف الثالث وأيضا شاهدوا معي الحرف الرابع وكذلك الخامس وأيضا الحرف السادس هذه الحروف الستة سنأخذها وإياكم في هذه الوحدة الوحدة الرابعة وحدة صحتي وسلامتي بداية أحبابي الطلاب والطالبات كما قلت لكم قبل قليل سنأخذ وإياكم في هذا الدرس نشيدا مناسبا وخاصا بهذه الوحدة أحبابي الطلاب والطالبات كونوا معي ركزوا معي جيدا نشاهد نشيد المرور نشيد المرور النشيد الخاص بهذه الوحدة واسمه نشيد المرور شاهدوا معي السطر الأول سأجزئ ونجزئ وإياكم سويا هذا النشيد إلى أربعة أسطر أولى ثم ننتقل إلى الأسطر الأربعة الأخرى نركز قليلا في هذه الأسطر الأربعة الأولى شاهدوا معي على الطريق العام أسير في نظام هذا هو السطر الأول على الطريق العام أسير في نظام على الطريق العام أسير في نظام السطر الثاني في الشارع النظيف أمشي على الرصيف السطر الثاني أقصد هذا السطر في الشارع النظيف أمشي على الرصيف نركز أحبابي الطلاب وأيضا السطر الثالث أحترم المرور في لحظة العبور مرة أخرى أحترم المرور في لحظة العبور السطر الرابع أراقب السيارة وأتبع الإشارة السطر الرابع أراقب السيارة وأتبع الإشارة أراقب السيارات القادمة وأنا أمشي على الرصيف وأريد أن أعبر إلى الشارع الآخر أو الجهة الأخرى أراقب السيارة وأحترم وأتبع الإشارة أراقب السيارة وأتبع الإشارة هذه الأسطر الأربعة الأولى من نشيد المرور بعد قليل سنستمع سويا إلى هذا النشيد سنستمع سويا إلى هذا النشيد إلى هذه الأسطر الأربعة نشاهد مرة أخرى شاهدوا معي هذه الصور فواز برفقة والده برفقة أهله عندما يعبر عندما يريد أن يعبر يكون برفقة أهله أو والده وأمه شاهدوا معي أيضا هذه الصورة نشاهد هذه الصورة كثيرا في الطريق هذه الصور لوحات إرشادية نتعلم منها وأيضا لابد أن نعرف هذه العلامات الآن أحباب الطلاب والطالبات نستمع وإياكم إلى الأسطر الأربعة التي قرأناها قبل قليل هيا نستمع ونستمتع على الطريق العام أسير في نظام في الشارع النظيف أمشي على الرصيف أمشي على الرصيف أمشي على الرصيف أحترم المرور في لحظة الأبور أراقب السيارة وأتبع الإشارة على الطريق العام أسير في نظام أحسنتم مبارك الله فيكم نكرر هذه الأسطر الأربعة ولمن يريد أن يستمع ويستمتع بهذا النشيد الجميل الذي هو بعنوان المرور يوجد في الصفحة لديكم أو في الشاشة أمامكم رابطا ينقلكم إلى هذا النشيد أحباب الطلاب والطالبات نركز مرة أخرى ونستمع مرة أخرى إلى هذا النشيد هيا نستمع سويا على الطريق العام أسير في نظام على الطريق العام أسير في نظام في الشارع النظيف أمشي على الرصيف أمشي على الرصيف أمشي على الرصيف أمشي على الرصيف أحترم المرور في لحظة الأبور أراقب السيارة وأتبع الإشارة على الطريق العام أسير في نظام على الطريق العام أسير في نظام على الطريق العام أسير في نظام هيا أحبابي الطلاب والطالبات نوعيد قراءة هذه الأسطر الأربعة على الطريق العام أسير في نظام كرروا معي القراءة على الطريق العام أسير في نظام أحسنتم على الطريق العام أسير في نظام السطر الثاني في الشارع النظيف أمشي على الرصيف كرروا في الشارع النظيف أمشي على الرصيف أحسنتم السطر الثالث هيا أقرؤوا ساعدوني في القراءة أحسنتم أحترم المرور في لحظة العبور مرة أخرى أحترم المرور في لحظة العبور والسطر الرابع أراقب السيارة وأتبع الإشارة مرة أخرى أراقب السيارة وأتبع الإشارة أحسنتم مبارك الله فيكم هذه هي الأسطر الأولى من نشيدنا الجميل نشيد المرور الآن أحباب الطلاب والطالبات ننتقل إلى الأسطر الأربعة الأخرى ما رأيكم؟ هنا السطر الخامس يقول إشارة حمراء تقول لا تمر مرة أخرى إشارة حمراء تقول لا تمر الجميع يعرف أن الإشارة الحمراء تعني الوقوف الوقوف التام عند هذه الإشارة اللون الأحمر يعني أن نتوقف ولا نتحرك أبدا كما في هذا النشيد كما في هذا السطر يقول إشارة حمراء تقول لا تمر ركزوا إشارة خضراء تقول أن تحر مرة أخرى إشارة خضراء تقول أن تحر إذن معنى الإشارة الحمراء أو الضوء الأخضر أو اللون الأخضر في الإشارة ماذا يعني؟ أن نمشي بسلام أحسنتم إشارة خضراء تقول أنت حر هيا نكمل أسير للأمام أمر في سلام أسير للأمام أمر في سلام إذن سلامتنا في اتباع الإشارة واتباع إشارات المرور السطر الأخير على الطريق العام أسير في نظام على الطريق العام أسير في نظام أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات سنستمع ونستمتع وإياكم بعد قليل إلى هذه الأسطر الأربعة بداية من السطر الخامس لديكم في الكتاب إشارة حمراء تقول لا تمر إشارة خضراء تقول أنت حر أسير للأمام أمر في سلام على الطريق العام أسير في نظام ما رأيكم أن نستمع إلى هذه الأسطر ونفهم أيضا ما فيها هيا استعدوا إشارة حمراء تقول لا تمر إشارة خضراء تقول أنت حر على الطريق العام أسير في نظام أسير للأمام أمر في سلام على الطريق العام أسير في نظام على الطريق العام أسير في نظام أحسنتم ومبارك الله فيكم هكذا نستمع إلى النص أو إلى النشيد الذي نستمع إليه الآن أحبابي الطلاب والطالبات سأعيد سنعيد أيضا هذا النشيد مرة أخرى لنستمتع أكثر وأريد منكم أن تحاكوا هذا المنشد إشارة حمراء تقول لا تمر ثم نكمل هيا نستمع وأيضا حاولوا أن تقرأوا مع هذا المنشد الصغير هيا نستمع سويا ونحاكي هذا المنشد اشارة حمراء تقول لا تمر إشارة خضراء تقول أنت حر على الطريق العام أسير في نظام أسير للأمام أمر في سلام على الطريق العام أسير في نظام على الطريق العام أسير في نظام أحسنتم مبارك الله فيكم استمعتم إلى المقطع الآخر من هذا النشيد أريد أن أسألكم قليلا ماذا يعني اللون الأحمر في إشارة المرور أحسنتم أن نتوقف أن نتوقف عندما نشاهد هذا اللون الأحمر وماذا يعني اللون الأخضر في إشارة المرور أحسنتم أن نمشي إلى الأمام أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات أيضا سنقرأ وإياكم سويا هذا المقطع الآخر أو الأخير في هذا النشيد بداية من السطر الخامس لديكم إشارة حمراء تقول لا تمر مشاهد سويا إشارة حمراء تقول لا تمر هيا أقرأوا أحسنتم إشارة حمراء تقول لا تمر هيا كرروا أحسنتم إشارة حمراء تقول لا تمر الصدر الآخر إشارة خضراء تقول أنت حر شاهدوا الكلمات وقرأوا مرة أخرى إشارة خضراء تقول أنت حر أنت حر أي نتحرك وننطلق ونمشي الصدر الآخر أسير للأمام أمر في سلام مرة أخرى أسير للأمام أمر في سلام أسير للأمام أمر في سلام هيا كرروا أحسنتم السطر الأخير على الطريق العام أسير في نظام على الطريق العام أسير في نظام أحسنتم مبارك الله فيكم كما ذكرت لكم قبل قليل أحباب الطلاب والطالبات يوجد لدينا رابط في الكتاب في أعلى الصفحة أو الرابط الذي تشاهدونه في الشاشة أمامكم ينقلكم مباشرة إلى هذا النشيد الجميل الذي هو بعنوان نشيد المرور أحباب الطلاب والطالبات أذكركم بهذه الوحدة الوحدة الرابعة مسمها أحباب الطلاب والطالبات صحتي وسلامتي تعلمنا وإياكم بعضا من قواعد السلامة في الطريق العام من خلال هذا النشيد تعلمنا بعضا من قواعد السلامة والمرور في الشارع وفي الطريق العام أحسنتم مبارك الله فيكم نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس أشكر لكم حسن استماعكم ومشاركتكم الفاعلة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة